اشتركوا في القناة والدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون واكد البيان الصادر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وفي المجال الإعلامي على وجه الخصوص وشدد الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة إقليميا والتي تحتم على دول المجلس تفعيل دور الأجهزة الإعلامية وتنفيذ خطط تكاملية مشتركة وقد تدارس أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام تطورات الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية الشقيقة والانتهاكات التي ترتكبها ماليشيات الحوث والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من استهدافهم المدنيين والقصف المتعمد للأماكن المحرم استهدافها في القانون الدولي والحصار الجائر ضد مدينة تعز والمتعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية للشعب اليمني من مختلف الجهات الإنسانية الخليجية والمنظمات الإنسانية الدولية وأكد الوزراء أن تعطيل هذه الأعمال الإنسانية يشكل جريمة حرب في ضوء قواعد القانون الدولية وخروجا على القيم العربية والإسلامية والإنسانية كما شدد الوزراء على أهمية دور الأعلام في إبراز جهود قوات التحالف العربي وبقيادة المملكة العربية السعودية لأعدة الشرعية في اليمن وفقا للقرارات الدولية واستجابة إلى طلب حكومته الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة واستنكر وزراء الإعلام بدول المجلس تعنت مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح وأسعيها لعرقلة أعادة المشاورات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بمتابعة حثيثة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن الشقيقة ودان الوزراء والاعتداءات العشوائية على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة العربية السعودية كما وأكد الوزراء ضرورة تحمل أجهزة الأعلام بدول المجلس مسؤولية كشف جميع الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام العربي والدولي وأهمية التنسيق وتوحيد للخطاب الإعلامي الخليجي ترجمة نانسي قنقر